خطير وقال موسيقى تأهل منتخبنا الوطني العراقي إلى ثمون نهائي كأس آسيا بفوزه على نظيره اليمني بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الشارقة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات وحصد أسود الرافدين الفوز الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويشارك منتخب إيران بصدارة المجموعة الرابعة وكانت بداية منتخبنا نارية وشكل ضغطا كبيرا على منتخب اليمن مع دقائق المباراة الأولى وتمكن من ترجمة سيطرته بهدف عبر المبدع ميمي الذي توغل في دفاعات اليمن وعكس الكرة داخل الشباك محرزا الهدف الأول في الدقيقة الحادية عشر وحاول منتخب اليمن من كرة رأسية علت العارضة قبل أن تستقبل شباكه هدفا ثانيا بواسطة اللاعب بشار رسن الذي سدد الكرة من مشارف منطقة الجزاء مست القائم ودخلت الشباك ليتقدم منتخب العراق بهدفين في الدقيقة التاسعة عشر وينتهي الشوط الأول بتقدم منتخبنا الوطني بهدفين دون رد في الشوط الثاني انخفض إيقاع المباراة بعد ضمان منتخبنا النتيجة هو سيطر على الكرة في أغلب الدقائق ما دفع مدرب منتخبنا الاسلوفيني بتوجيه لاعبيه اللعبة بدون احتكاك وحاول مهند ميمي بكرة ردها القائم وارتدت لبشار رسن سددها واستدت بالمدافع لتضيع فرصة الهدف الثالث وأجرى مدرب منتخبنا الوطني عددا من التغييرات وزجب علاء عباس بدلا لميمي ومحمد داود بدلا لحسين علي وتمكن البديلان من جملة تكتيكية إحراز الهدف الثالث بعرضية مميزة لداود على رأس أحمد ياسين الذي حضرها أمام علاء عباس الذي سددها قوية لتسكن الشباك في الدقيقة الحادية وتسعين ما يكون ثلاثية من الجال يمنى التواغل وبالرأس من هناك فرد ووجد نفسه اللاعب على عباس في المكان والوقت المناسبين وغول ثلاثة سفر صارت النتيجة لصالح المنتخب العراق ولتنتهي المباراة بثلاثية بيضاء للعراق وبهذه النتيجة رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى النقطة السادسة وضمن بذلك تأهله لثمن نهاء بطولة كأس آسيا وستحسى مصدارة المجموعة بلقاء المنتخبين العراقي والإيراني في الجولة الثالثة والأخيرة رصال رصال لولا لقاء من العراق لتعاندون لولا